هذا حدها يعني تعريفها في الشر حق واجب احتراز من ماذا من المستحب والجائز الحلال طبعا اكيد احتراز من الحرام المكروه هذا واجب مما وجبه الله في مال خاص قال مال خاص لان ليس كل ما يملك الانسان يخرج زكاة كما قلت لو انسان عنده اثاث عنده سيارة عنده بيت ما في زكاة ليس في كل شيء من خاص لطائفة مخصوصة لقول الله جل وعلا انما الصدقات الفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم فهل اسم مصارف الزكاة ما تعطى اي شخص وان لابد ان تكون من الاصناف الثمانية لان فيه في ناس اخرى للزكاة لبناء مساجد او لحفر ابار او لطبعة كتب او مصاحف هذا غلط لابد ان تعطى هذه الاصناف ما يجب ان يعطيها غنيا يعطيها غنيا لا لا تحل الصدق اللي غني ولا لذي مرة سوي يعني واحد متعافي سطن يعمل فلابد ان تصرف في يعني في لطائفة مقصوصة وفي وقت مقصوص الوقت المقصوص يعني بحسب حول الحول بالنسبة للمالك يعني قد يكون فلان اليوم يحول حول مالك الثاني بعد شهر الثالث بعد شهرين ليس بالضرر ان كلهم يخرجون في يوم واحد وانما متى ما ملكه النصاب وحال على الحول الى اليوم السنة القادمة اليوم الذي ملك فيه النصاب يخرج الزكاة قال هو تمام الحول في الماشية وهذه ايسر ان الواحد يخرج الزكاة مرة في السنة والنقود وعروض التجارة وعروض التجارة كل ما وعدة للبيع والشراء لو واحد عنده سيارة سيارتين ثلاث ما فيه زكاة لكن اذا كانت هذه السيارات للتجارة يبيع واشتري فيها ستكون فيها الزكاة يقول عند اشتداد الحب لزكاة الزروع كالشعير والبر والقمح والرز يخرج طبعا اخضر ثم اشتد اذا اشتده وصاره يعني شديدا يصلح للحصد او الحصاد هنا تجد فيه الزكاة وبدو الصلاح في الثمار وذاك ان الثمرة تبدأ خضراء ثم تتلون حسب نوعيتها ان حتى لان البرتقال ولا الخوق ولا اوش يخضر اخضر بعدين مثل حتى التمر اخضر بعدين عاد يخرج اما يصفر او يحمر كان نوعيتها اصفر او احمر فالزكاة متى ما بدو الصلاح بدو يعني يصلح لان يعني يقطف ويأكل ويباع هنا اذن تجد فيه الزكاة قالوا حصول ما تجد فيه من العسل يعني متى ما قطف العسل واستخراج ما تجد فيه من المعادن وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة زكاة الفطر